في السودان تم الإعلان عن هجوم من الدعم السريع أو ده بحياة 21 قتيل على الأقل كان فيه اشتباكات عنيفة بالخرطوم وسط نزوح مئات الأسر الوضع صعب جدا جدا ومازالت طبعا الاشتباكات المستمرة على مدى فترة طويلة جدا بين الدعم السريع وبين أيضا الجيش السوداني الأمم المتحدة علنت أن السوداني واجه أكثر أزمة جوع مأساوية بتاريخها والأمم المتحدة شددت على الحاجة للمزيد من الدعم والوصول الآمن غير المقيد لدعم الاستجابة لأزمة الجوع في السودان هناك انتهاكات شساعة لحقوق الإنسان أيضا كانت وثقتها بعثة الأمم المتحدة وقالوا أن الحكومة السودانية ترفض توصيات بعثة تقصي الحقائق وتتهمها بتجاوز صلاحيتها أيضا الرئيس السيسي يؤكد على أهمية احترام سيادة السودان ومؤسستها وده كان في خلال لقاء الرئيس مع لاريس راسومسن وزير خارجية الدنمارك وكان برضو وزير الصحة السوداني أعلن أن الإصابات بكولر وصلت إلى 5692 حالة سجلت في سبعة ولايات سودانية ترجمة نانسي قنقر